ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية حيث وافقت اللجنة على ثماني مشروعات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء خلال الاجتماع استعرض مدبولي إجراءات إصدار الرخصة الذهبية ما يسهم في سرعة الإصدار وبدء تنفيذ المشروعات مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات ومؤكداً أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة تعد ملفات أمن قومي ولن يتم السماح لأي أحد بعرقلة هذه الملفات كما كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية